اشتركوا في القناة مثل ما انا اعودكو انه رح تكون من اليوم الخميس لغاية يوم الجمعة 17 الشهر يعني من 9 الشهر لغاية 17 سبعة طبعا المعروف انه انا دائما بذكر في البداية انه اسمع برجك واسمع طالعك فيه اشخاص بقولك ايش طالعي طالعك اللي هو البرج اللي بكون في ساعة ميلادتك بالافق طبعا عشان تعرف طالعك اذا انت ما تعرف طالعك فيه رابطين او ثلاثي موجودات في صندوق الوصف فيهم طريقة الشرح او الاشي كيف تستخدم الموقع وفيه موقع لا استخراج الطالع منه وبرضو فيه برضو للي ما بعرف الساعة بالدقة او ما بعرف الوقت برضو فيه منزل رابط انا بشرح لك صفات الطالع بتشوف مين اللي اقرب لا اليك بتسمع توقعات اليوم بتشوف التأثيرات هل بتنطبق عليك ولا لا ادمج بالتوقعات ما بين توقعاتك اللي انا بحكيها مثلا عن البرج واللي بحكيها عن الطالع لهو البرج الثاني ادمجهم مع بعض عشان تعرف انت ايش التأثيرات اللي عليك عسا اذا انت سمعت توقعات اليومية مثلا وجدت انه برجك هو الغالب بالتوقعات والتوقعات بتنطبق خذ بس برجك لحالوه اذا شفت الطالع هو اللي بانطبق عليك خذ طالعك بس انا دائما بحكي انه خذ لاثنين مع بعض بيكون افضل طبعا الاسبوع هذا في شوية احداث رح نذكرها بتفاصيل وخصوصا لكل برج لما نوصل لعنده ايش التأثيرات اللي بتصير عليه بسبب زوايا رح تكون صعبة طبعا مش بالطريقة اللي خوفوا فيها وارعبوا فيها الناس وفي نفس اللحظة رح نحكي في البداية عشان ناخذها بالتسلسل انه ايش الايام اللي رح يتواجد القمر في البروج خلال هذا الاسبوع فمن اليوم الخميس ولغاية صباح يوم السبت القمر بكون موجود في الحوت وبعدين من صباح يوم السبت 11 سبعة لغاية مساء يوم الاثنين 13 سبعة بكون القمر موجود بالحمل من مساء يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الخميس القمر بتواجد في الثور من صباح يوم الخميس ولغاية ما بعده طبعا للجمعة وما بعد الجمعة القمر بكون موجود بالجوزة طبعا احنا لانه يوم الخميس من نزل التوقعات للأسبوع فانا بعطي دائما مجال كمان ايام لقدام على اساس انه الواحد ياخد مدى اللي مثلا اللي بسمع توقعات يوم الجمعة يبقى معاه مسافي اللي بيبقى معاه يعني اللي اوافق ما بين اراء الجميع او طلبات الجميع على انه انزلها خميس ولا انزلها سبت طبعا خلال الاسبوع هاد عنا عطارد احنا بيتراجع يوم 12 الشهر اللي هو يوم الاحد عطارد بيوقف عملية التراجع ولكن نحوسته بتظلها موجودة رح تظلها مستمرة لغاية يوم 15 الشهر يعني ثلاث ايام ما بعد ايقاف التراجع تبعه فمنقدر نحيا يوم 15 الشهر بتنتهي الاثار السلبية لتراجع عطارد بتصير الاجواء ايجابية وفي نفس اللحظة من بعد هاي الفترة تصلح عمليات التجميل وتصلح امور الزواج وامور الارتباط عشان يكبر الفترة الماضي قلنا في الزهرة كان انه ما تعملوا ما تتجارؤوا لانه دائما ممكن يكون في مخاطر كبيرة لامور التجميل وخصوصا الزهرة وعطارد كانوا يتراجعوا مع بعض عطارد لحاله اساسا بمنع هاي الامور مجرد يوم 15 الشهر خلاص بتصير الاجواء ايجابية بصير هاي الاشياء كلها بامكانك انت تعملها باي يوم اذا بدك انت يعني تاخذ الدقة في الموضوع بتتابع الامور اللي هي التوقعات اليومية لما نحكي انه القمر موجود في ابراج حليفة للك اللي هي الابراج مثلا انت برجك اللي نفترض مائي لما تكون القمر موجود في الابراج المائية او الابراج الترابية معناته بتناسب انك انت تعمل اي اشياء تجميلية او اي عمليات صغرى اذا كنت مثلا برج ناري معناته معروف انه الابراج الهوائية والابراج النارية هي اللي بتدعمك بقوة اكثر واذا كان من نفس عنصرك بكون افضل يعني اذا كان الاسد لما يتواجد القمر في القوس او يتواجد بالحمل معناته الامور ايجابية بالنسبة للك او عندك طيب عشان ما نطيل عليكو يوم 14 الشهر اللي هي هاي الزاوية اللي فيها ناس قاعدة بتروجلها وبتحكي عنها على انها هاي المدمرة وهاي المرعبة وهاي اللي راح تعمل الكوارث بالفترة الجاي اللي هي زوايا التقابل اللي راح تكون يوم 14 سبعة بين الشمس وبين المشتري ويوم 15 سبعة راح تكون بين الشمس وبين بلوتو ويوم 20 سبعة راح يكون تقابل الشمس مع زحل فهاي الايام بقولك هاي ايام الكوارث هاي ايام المصائب هاي ايام الحروب والدمار والعنف والمشعارف ايش اول اشي هاي الزاوية مش اول مرة بتتشكل خلال هاي السنة في زاوية اصعب منها تشكلت بين الكواكب هاي نفسها مع بعض في شهر اربعة فمثلا يوم 14 اربعة الشمس عملت تربيع مع بلوتو ويوم 15 اربعة عملت الشمس تربيع مع المشتري ويوم 21 اربعة عملت الشمس تربيع مع زحل طيب لا شفنا حرب ولا شفنا دمار ولا شفنا كوارث ولا دمرت الدنيا ولا دخلت الدنيا في بعض ولا هاي كلها هاي الامور وعلما انه زاوية التربيع اخطر من زاوية التقابل فعشان هيك منقولكو انه هاي الفترة صحيح فيها نوع من انواع الضغوط ولكن الضغوط هاي بتيجي على اشي واحد بس اللي هو احنا بناخد اهم كوكبين موجودات منتحسات بكونن بالفترة هاي اللي بعطن طاقة سلبية لا المشتري بيعطينا طاقة سلبية ولا زحل بيعطينا طاقة سلبية لانه نسبة النحوصة ضعيفة الشمس منتحس صحيح ولكن بلوتو منتحس معناته الزاوية الوحيدة اللي احنا راح نركز عليها هي زاوية الشمس مع بلوتو وبرضو لو اجينا بدنا نركز على باقي الزوايا زي ما ذكرنا او التواريخ اللي احنا ذكرناها بنذكرها على نفس التأثيرات على نفس البيوت على نفس الاحداث اللي هي اول اشي بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين هسا لما نيجي نشرح كل برج بنحكي تسيطر على ايش وتفرض سيطرتك على ايش تدير بالك من ايش طبعا نذكر الشمس وين موجودة بالنسبة لبيتك ورح اذكر انا بلوتو وين موجود وايش التأثيرات اللي عليه فلو حكيتها عن الشمس والمشتري او الشمس وزحل او الشمس وبلوتو هي نفس التأثيرات وبما انه هي يوم 14 ويوم 15 معناته اخر يومين من التأثيرات الكبيرة اللي هي اساسا بيكون عطارة بتراجع فيها دوليا ممكن يكون فيها نوع من انواع يعني ثور اعمال عنف قرع لا اهداء يعني امور الها علاقة بالتهديدات او التصعيد للامور المواجهة او العنف او الاشياء هاي ولكن ما بتدل على حرب يعني ما بتدل على حرب انها تستمر اسبوع او شهر فهمتوا عليه لانه هاي تأثيراتها يعني اقصى حد لالها خمس ايام خمس ايام من قبل الحلقة انتو شايفين الوضع ماشي مشحون الامور سياسيا في بعض الدول ولكن ما بتعطينا اللي هي رابط انه هاي لها حرب الان هم اخذوها على جانب ايش اخذوها على جانب انه اه والله هيها في ليبيا معناته بدها تدخل مصر معناته الحرب طاحنة ما حرب دروس بدها تصير في ليبيا طيب يا عمي انت بتحكي هيك بس الفلك بحكي اشي عكس اللي انت قاعد بتحكيه اذا انت فلكي بدك تجرد حالك من الاخبار تجرد حالك من الاوضاع السياسية عشان توقعاتك تكون منطقية وصدقة تخلط الدنيا في بعض اخبار وسياسة وتحليل اشخاص وتحليلك انت وتربطها للفلك هيك انت قاعد بتكذب وصلت المعلومة يعني في الايام هاي ممكن تحتد الامور في بعض الدول ممكن تظهر بعض القلاقل في بعض الدول او التهديدات لبعض الدول ولكن بترجع بتخفت بعد خمس ايام يعني بتستمر ما قبل بخمس ايام وبعد بخمس ايام يعني مدتها عشر ايام فقط لا غير فهاي ما اعتقد انه هي حرب طويلة وحرب ضروس راح تكون في خلال عشر ايام وفي نفس اللحظة ما فيه اساسا ايشي يظهر لا امور الها علاقة بهاي الامور ممكن يصير فيه تقلبات على المستوى المالي او المستوى الاقتصادي او ظهور بعض المشاكل الاقتصادية او السياسية لا الها علاقة لا بفيروس ولا بكورونا ولا تجدد مش عارف ايش ولا هاي كل الامور وصلت خلينا انروح على توقعاتنا الاسبوعية لكل برج على حدة ونشوف ان شاء الله انه بحاول قدر الامكان اني انا اركز على اساس ان اوصل الكل معلومة بكل بساطة للكل يستفيد منها خلينا نروح على التوقعات برج العذراء طبعا اول ما بنا نحكي بنا نحكي عن الشمس عطارد لان الشمس عطارد هو تقريبا هدول الكوكبين الاساسيات اللي بيكونوا دائما بالمقدمة فهدول موجودات في بيت الاصدقاء فعشان هيك بيحدث بما انه اثنين سلبيات فبيحدث نوع من انواع النزاعات او الخلافات او المشاكل او اختلاف بوجهات النظر ما بينك وبين اصدقائك وبالفترة هاي او مشاكل او خصومة او انزعاج من تصرف بعض الاصدقاء يعني شوي بتكون الامور متوترة الان بسبب الزاوية اللي رح تتشكل بين الشمس وما بينه بلوتو والمشتري وزحل فعشان هيك بتحاول تفرض سلطتك انت او تتحكم باصدقائك او تحاول انك انت تفرض رأيك على اصدقائك او تتحكم فيهم فهذا الاشي بيحدث لك مشاكل وخلافات وممكن انه تكبر الامور لدرجة انه انت تفقد السيطرة او تفقد صديق اما بالنسبة طبعا للبيت العاشر اللي الزهرة موجودة فيه فهو بدعمك على مستوى علاقاتك ومعارفك وممكن تنجز كثير من الاعمال خلال الفترة هاي وممكن يتوفر لك عمل او فرصة عمل جديدة او اشي العلاقة بتقييم وضعك بشكل ايجابي على مستوى العمل فممكن يا يجيك منصب جديد يا ترقية يا مديح او شهادة شكر على بعض الانجازات اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا البيت الخامس بما انه هو الجدي والكواكب كلها موجودة وبتضغط بشكل سلبي فمعناته بدك تنتبه عن الامور العاطفية او علاقتك مع احباك فعشانيك الفترة هاي ممكن تحدث بعض النزاعات او الخلافات ما بينك وبين الاحباب الحبيب غراميا او الحبيب والدين او الحبيب احد الابناء فحاول انك ما تفرض سلطتك عليهم ما تحاول تتحكم فيهم بشؤونهم ما تحاول تدخل وتحشر حالك بحياتهم انه انت شايف الاشي الصح وهم حياتهم غلط بالفترة هاي لانه كثرة الضغط هاد ممكن تفقد السيطرة او تفقد العلاقة ما بينك وبينهم اما بالنسبة للمريخ طبعا الموجود في البيت الثامن فهو على الاموال المشتركة فهو بدفعك لمخالفة القوانين المالية فممكن امور تلاعب باوراق او انه تتلاعب ببعض التوقيع او العقود او انك انت بتوهم الاشخاص اللي قبالك بانك عندك القدرة وبتقدر تعمل وبتقدر تسوي ولكن بالوضع الحالي انت ما بتقدر لانه انت ما درست وضعك بشكل ايجابي ممكن اتورط حالك بمسائل مالية مثل الديون وانت اساسا ما بتقدر تسدها قروض وما بتقدر تلتزم بسدادها يعني بدك تركز على المسائل هاي ما تغامر فيها نهائيا الا اذا درستها بشكل جيد اما بالنسبة للبيت السابع طبعا نبتون الموجود وهو اللي بيعمل الشكوك والمخاوف والغيرة والشك والتحكم بالشريك او شريك المال او شريك العاطف الازواج فعشان هيك يحاول انك ما تتوهم وما تشك وما يعني تحاول انك يعني تغار للدرجة الكبيرة لانه اول ايشي نبتون بيهول الامور بشكل سلبي وخصوصا انه بتراجع فعشان هيك بزرع هاي الاوهام في رأسك اما بالنسبة للبيت التاسع طبعا اورانوس الموجود فيه فهو بيحدث امور مفاجئة يا ايجابية يا سلبية على مستوى امور الها علاقة بالسفر او الاتصالات البعيدة او علاقتك مع اشخاص خارج البلاد او على مستوى الامور التعليمية او العلمية او البحثية فبدك تنتبه هاي مفاجئات وبقولنا يا ايجابية يا سلبية فبدك تنتبه للامر هاد وتكون مستعد على كلا الحالتين اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من اليوم الخميس حتى صباح يوم السبت القمر موجود في الحوت فعشان هيك موجود مقابلك مباشرة فبتتركز جهدكم نحو تدعيم شراكاتكم شراكات المال او العاطفي يعني ما بين الازواج الفترة هاي مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفي حاذر المشاكل مع الشريك في العمل والحياة هاي فترة شائكة فما في داعي للمجازة في اضبط عصابك ومشاعرك السلبية مزاجك في الفترة هاي بكون متقلب حاذر الكلام الجارح بتتمتع بطاقة كبيرة لكنها بحاجة للانضباط من صباح يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود في الحمل في بيتك الثامن فعشان هيك بتظل الامور المالية بتشغل فكركم والفرص بتكون متاحة لمكسب الو صلة بشراكة او تعويض اهم اشي انه في الفترة هاي ممكن تسعد بتسوية مع احدهم او مع احد الجهات اهم اشي انك ما تفرض رأي ولا تكون عنيد ولا تهم الاوراق الثبوتية او برضو ما تتهرب وتقول انا ما بدي اتحمل المسئولية وبرضو اوراقك الثبوتية بدك تتأكد انك دائما حاملها من مساء يوم الاثنين وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير موجود في الثور فعشان هيك بيصلكم خبر من بعيد او بتنجحوا في امور الى علاقة بالسفر والاتصالات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم باحبائكم بترتفع المعنويات والفرص يعني فرص النجاح بتكون واضحة بشكل كبير بتعود بالفترة هاي للامساك بزمام الامور هاي فترة ايجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر او تجاوب معك الفترة هاي ممكن تحمل لبعضكم قلة منكم حسب الدولة وحسب المكان يا اما تنقلات بعيدة يا اما سفر من صباح يوم الخميس القمر بصير موجود في الجوزاء طبعا الى الايام اللي ما بعده حافظوا على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم افضل ما لديك لعلك تحقق انجاز او تحرز تقدم مفاجئ ما بتهدى يعني ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشيء لقاء او وضع احد افراد الاسرة شوي بكون فيه هيك يعني اشي ملفت للانتباه هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون اسهل واقل ارباك خصوصا اذا كنت انت جاهز هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة